معانا أستاذ البير من شوبرا الخيمة ألو مساء الخير مساء نور أهلا بحضرتك مساء نورك أهلا بحضرتك أتفضل حضرتك أبونا معيك تفضل نقبل لديك الطاقة أبونا تعيش حب الأيو معلش تسمحني أن تفتح حجر أنا مش عارس إسمه أبوه قدس أبونا أرمية نير قدس أبونا أرمية نير أبونا مي أرمية نير عايزة أسألون عن الأشخاص اللي هم بمقدن يحركوك روحيا بدرجة أنك أنت تفكر بدرجة أن هم يكونوا قادرين على التأثير على الأباء اللي هم يكونوا قريبين منهم عرفوا طريق الأباء وعرفوا يصلحهم وعرفوا يشككوهم فيك الوحيد اللي مقدرش يشكك فيك أو يعني هو رافض اللي يشكك فيك هو الأرض لأعتراف لكن الأداء الرحيم منهم أداء يعني المرشدين يعني ما بقوله زي الأول حتى الأديرة الأديرة اللي انت كنت عايش فيها في فرح وباقي بطول حياتك ما تسير الدير بقيت دخولك للدير ده دخولي أنا لديرك أمور صعبة جدا تمام دائما يحصل على قنوات الفضائية الماسحية تأمين والتأمين ده يوصني لإحباط رعيم وبعدين المفروض التأمين يكون تعليم من فضلك في كذا يتعامل كذا إنما لما يجي واحد بعض الخدام كنت بأدنى من المعاوكين أنا كنت الخادم برضو من المعاوكين الأسف للسديد أنا تنزلت عن خدنة لسبب المرض اللي أنا فيه لأننا أصلا معوق بالفرحية للأطفال لما يجي واحد يقول لك سواء في التلفزيون أو في الكنيسة تلكم مرفوض وصلاتكم مرفوضة وهل ده يا بونا ده تعليم هل ده تعليم يا بونا هل ده تعليم إنما أجبنا في إحباط سواء قدسك واحد كاري قول أو واحد قسك في قول أو واحد خدري قول ويوصلك لحد إنك إنت جي تشك حتى وإنه ممكن يكون فيه رضاة دونك في ربنا وده واحد عاش بكين عاش في صلاة عاش في تسبيح عاش في دير عاش في عائلة عاش في وسط ناس مجتمع بقى لي ستين سنة عايش وسط المجتمع أجي في الآخر يا بونا أجي محبط ودرجة إن أنا ليش عارف أنا أصلا صلاة المقبولة عند ربنا والخطايا اللي أنا باشعر بيها إحساس المشاعر وأفكار وإحساس هي هي الخطايا الوحيدة لم أصل أغارها هي الحد تاني شكتك إنك إنت تفتوح في الخطايا وإست أهلك ده عدو الخير عدو الخير لازم يحسسك بالإحساس ده وإن أنت صلاطة غير مقبولة وإن أنت يحسسك باليأس والتأنيم يعني فتمام تفضل كتب خير بس أنا عايز أسمع من قبل طبعا طبعا أبونا طبعا يعني أنا يوم في العالي ويوم تحت ويوم بتقلم ويوم بلدي في صريخ ووقع ويوم أنا مش عارف يعني أنا كمان بعد ما عملت عمليات ألف سلام لحضرتك وبالتأكيد يعني في معوقات ممكن تقابلنا عشان حتى تمنعنا من إحنا نروح الكنيسة بس أبونا تقول للأستاذ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أولا خليك واصل كويس قوي في كنستنا كنستنا الإبطية الأرتدوكسية هي كنيسة قوية وكنيسة أصيلة منذ بداية العصور وهي رسخة وتعلمها وتسلمها للإيمان هو واحد وسليم من بداية عصورها وحتى الآن على إيد أباها هي نفس التعليم ونفس المعتقدات ونفس الإيمان السليم الصحيح فما تخليش حد أول حاجة يشككك أن الكنيسة كانت وبقت لا كنستنا مزالت وسط ظل قوية ورسخة وأمينة أنت قلت كلمة ودي أحلى كلمة خليك مع أب اعترافك أب اعترافك ده هو بمثابة ميريتك هو الميراية اللي أنت بتشوف فيها نفسك بدون خجل أنت بتشوف فيها نفسك بدون كسوف أنت بتقدر تكتشف كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية جواك بدون أنت لا تجامل نفسك ولا تقص على نفسك فتابع مع أب اعترافك واسمع كلام أب اعترافك لإلهولك لأنه هو هيكون أكتر حد عارف داخلك وأكتر حد عارف إيه اللي يفيدك أو إيه اللي ما يفيدكش إيه قانونك الروح اللي ينفع معاك أو لا حتة أن أنت كنت بتروح بيت ربنا وأنت فرحان ومتهلل ولا ينذع أحد فرحكم منكم أوعى حد يحاول يفكر أن كده يزعزعك عن محبتك ولا يزعزعك عن فرحك اللي أنت كنت بتروح به وتصلي فيه في الأديورة أو في الكنيسة أو في أي مكان فكرة الإحباط ما دي حرب من عدو الخير هيجيب لك إحباط فهتيقس فهتزهق فهتسيب الموضوع فتبعد عن ربنا أوعى أوعى خليك دايما واصك إذا وإن قامت علي ممالك ففي ذلك أنا مطمئن هيجيب له مرض هيجيب له عملية يعملها هيجيب له كسر فرجلي هيجيب له هيجيب له علشان كل ده حاجات يمنعه من هو يروح الكنيسة بالزبط ويخدم كمان عادي والخير هيفضل يعمل له كذا حاجة لغاية ما يقعده خالص